تقولي ايه او جوكت تقولي على القواز ايه احنا في القبائل النيلية بالزاد انا بتكلم عن الدينكا والنوار اه وانا من قبيلة الدينكا اه طبعا يعني القبيلتين دل بالزاد بيحبوا المرة لمن تكون طويلة يعني يعني ايه اه طبعا لمن بتكون طويلة هم يعني بيعتقدوا ان المرة الطويلة بتدي بعيال طوال اه اقوياء فبعدين في حتة بتاع المهر لما نجي يدفعوا المهر للمرة الطويلة بيدفعوا لها 300 وحاجة بقرة يعني ايه الست الطويلة مهرها اكتر من القصيرة اكتر من القصيرة قدي ايه مثلا مرة ونص مرة ايه مثلا ممكن يدفعوا فيها 350 دي الطويلة الطويلة خالص اه اما لو مثلا قصيرة زي زمزم كده ممكن 150 90 80 50 ما عنديش ايه مثلا يعني مهر زمزم 90 80 100 بقرة لحد 50 بس الزمزم مشوين الميليموم الميليموم شارج 50 بقرة وممكن لو بيقت 80 و 90 بس عشان هي متعلمة اه اه يعني ده البجر المهر ده بكون فيه نسبة بتاع التعليم اشان البيت دي متعلمة يعني مثلا بقرتين ابتدائية بقرتين اعدادية كده مثلا فوق البيع مثلا عسبة ساعة عسبة تعليم طب يعني انت دلوقتي وانا كم عشرين بقرة انت دلوقتي مهرك الفرق بينكم من زمزم 200 بقرة اه يعني انا وزمزم وجميلة خمسين بقرة بس اه انت وسحر وسارع وسارع سارجنا خمسين طبعا هتخلي فعيال طوال انت خيالك طوال ولدي طويل لا انا ابوه كان طويل طب انت كان مهرك كان بقرة مية وخمسين اه يا ستين تحكي علينا اه لا لا يهم دي مش طويل يقولك الطويلة ب350 ما فيه فيه لا اشوك الطويلة اول كمان الاختلاف هنا ممكن يختلف من جبيلة لجبيلة مثلا زي اجوك متزوجة دينكا المحر بتاعهم بيكون واحد لانهم من جبيلة واحدة اه اما بالنسبة لي انا من جبيلة النوار وماشيت لجبيلة الدينكا بيختلفة في الحتة دي كمان اه بياخدوا افريج ممكن اه